موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا تعتبر من اقوى المنح الدراسية الموجودة في العالم منحة ممولة بالكامل منحة متاحة ليك للدراسة في اي دولة انت تحبها يعني من الاخر من الصعب انك تلاقي منحة زي المنحة دي خلينا نتكلم عن المنحة دي ونخش في الموضوع بالتفصيل المنحة دي اسمها منحة البنك الاسلامي للتنمية تمام؟ ايه هو البنك الاسلامي للتنمية؟ البنك الاسلامي للتنمية هو عبارة عن بنك مساهم في دول كتيرة جدا زي السعودية الكويت مصر وكل دولة مساهمة بنسبة معينة والبنك ده بنك خيري تمام؟ وبيقدم مساعدات كتير جدا ومن ضمن المساعدات اللي بيقدمها هي منح دراسية للطلاب تمام كده؟ طيب وخصوصا طبعا الطلاب العرب لانها منحة مقدمة من الدول العربية للدراسة اه سواء في بلدك او في دول خارج بلدك طيب بالنسبة ليه المنحة دي المنحة دي متاحة لتلات برامج برنامج البكالوريوس وبرنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه وابحاية سما بعد الدكتوراه ممكن نقول اربع مراحل دراسية لو انت مخلص سنوية عامة وفي اخر سنة من السنوية العامة تقدر تدرس بكالوريوس لو انت في اخر سنة لو انت في اخر سنة من البكالوريوس او مخلص بكالوريوس سؤال تدرس ماجستير متاح ومتاح ايضا الدكتوراه وابحاية اسمها بعد الدكتوراه تمام زي ما احنا اضحنا دي النظرة العامة وفي منح تانية بتكون مقدمة لدول معينة زي البرنامج المشترك بين صندوق التضامن الاسلامي للتنمية والبنت الاسلامي بيقدم لبعض الدول تمام من ضمنهم اليمن اوغاندا السودان بتكون المنح دي لبعض الدول ولكن احنا خلينا نتكلم عن المنح اللي بشكل عام اللي هي البكادريوس والماجستير والدكتوراه اللي هي بتكون متاحة لكل الدول العربية ده الموقع الرسمي انا طبعا ما عملتش مقالة باللغة العربية لان الموقع اصلا باللغة العربية تمام فده الموقع الرسمي هتلاقي كاتب لك هنا الهدف من البرنامج ده اه كاتب لك كل التفاصيل كاتب لك مكان الدراسة تمام اللي انت تدرس فيه طيب احنا زي ما احنا زي ما قلنا ان المنحة دي هي منحة مقدمة من البنك الاسلامي والبنك الاسلامي ده مش جامعة هو مؤسسة كأنها بتساعدك وبتوفر لك الدراسة مجانة بتوفر لك راتب شهري بتوفر لك تذاكر الطيران بتوفر لك كل التمويل للدراسة تمام؟ وانت بتدرس في الجامعة اللي انت بتحبها طيب المكان اللي انت المفروض هتدرس فيه ان الطالب يجب ان يختار احد الجامعات افضل عشر جامعات حكومية موجودة في بلده تمام؟ وليس الجامعات الخاصة يعني انت لو حابب تدرس في بلدك يجب انك تختار جامعة من ضمن افضل عشر جامعات موجودة في بلدك على سبيل المثال لو انت حاليا في مصر وعايز تقدم وعايز تدرس داخل مصر يبقى مثلا يجب تختار جامعة زي جامعة القاهرة جامعة سكندرية جامعات تكون جامعات معترف بيها تمام؟ وضمن افضل عشر جامعات داخل بلدك والدراسة هتكون لك بالمجان وراتب شهري ومائل زي طيب لو انت شخص مش حابب تدرس في بلدك هل ممكن تدرس في خارج بلدك؟ متاح جدا تمام؟ فيه جامعات ومؤسسات عامل شراكة مع البنك الاسلامي ممكن تدرس فيها خارج بلدك زي هنا هتلاقي برامج الشراكة فيه شراكة كتير جدا مع جامعات زي جامعة كامبريتش في بريطانيا جامعة اوكسفورد جامعة كوين ماري في لندن جامعة ميكاجيل في كندا والوكالة المغربية الدولي في المغرب وطبعا فيه مؤسسات كتيرة جدا زي كامبوس فغونس في فرنسا وجامعة اوسباكستان الوطنية تمام؟ وفيه جامعات في تركيا كل الاشياء دي انت عندك فيه في تركيا في لندن في كندا في المغرب اوسباكستان كل الدول دي متاح انك تختار احد الجامعات اللي موجودة فيها وتدرس فيها مفيش اي مشكلة خالص تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نتعرف على كل برنامج من البرامج دي اول حاجة لو انت عايز تدرس باكالاريوس خلينا نشوف ايه هي يعني كل التفاصيل الشروط والتمويل وكل هزيه الاشياء للناس اللي عايز تدرس الباكالاريوس هتلاقي ده اول حاجة برنامج المنح الدراسية لدرجة الباكالاريوس هتلاقي هنا بشرحلك ااااا 사용 ازاي انت تنضم للمنحة دي تمام؟онов ان لازم انت تكون جايب 70 في المية على الاقل مجموعك ما يقلش عن 70 في المية اول حاجة لو انت عايز تدرس بلدك في بلدك يبقى لازم تختار جامعة من افضل عشر جامعات حكومية في بلدك. تمام? طيب. كمان لغة الدراسة يجب ان تكون لغة الدراسة معاك دليل عليها. لو انت مثلا تدرس باللغة العربية فهي لغتك الامة مش محتاج اي اثبات لغوي. لو انت تدرس مثلا باللغة الانجليزية في جامعة خارج بلدك يبقى لازم يكون معاك شارة لغة. طبعا الشارة اللغة دي ممكن تكون اي شارة لغة الموضوع بيكون بسيط جدا. وانا شرحت فيديو سابق ازاي ممكن تجيب شارة لغة تمام? ولو انت مسلا عايز تدرس باللغة الفرنسية يبقى مسلا تثبت ان اه مسلا انت درست مرحلة سابقة باللغة الفرنسية مسلا او معاك شارة لغة الفرنسية يعني متاح انك تدرس باللغة اللي انت تحبها ما فيش اي مشكلة. تمام كده? طيب ايه هي المجالات الدراسية. المجالات الدراسية اللي الدراسة في المنحة دي طبعا المجالات اللي بيدور على ناس كتير اول حاجة مجالات الصحة اللي هي الطب طب الاسنان الصيدلة التمريض اه الصحة العامة التغذية كل ده موجود تخصصات الهندسة الهندسة المدنية الميكانيكية الكيميائية كل ده موجود الزراعة الطاقة انت متخيل حجم التخصصات الموجودة يبقى كل التخصصات تعتبر موجودة في المنحة دي لدرجة الاقتصاد موجود الاحصاء التربية علم النفس كل ده مجبوض. طيب حضرتك ايه الفوائد والتسئيلات اللي انت بتاخدها? او اه التمويل اللي انت بتاخده? انت بتاخد اول حاجة منحة شهرية اه تكفي لك تكاليف المعيشة في بلد الدراسة. هم طبعا ما حددوش التكلفة هتكون كام? تمام? او الراتب الشهري ده هيكون كام? ولكن يعني قال لك ان هيكون في منحة شهرية لان مش هيقدر يحدد لك الا على حسب البلد اللي انت هتدرس فيها لان انت ممكن تدرس في مصر تكاليف المعيشة مختلفة عن لندن عن كندا. فهيحددو لك الراتب الشهري على حسب البلد اللي انت هتدرس فيها. تمام كده? كمان هيوفروا لك الرسوم الدراسية. كل تكاليف الدراسة هتكون بالمجان. تكلفة العلاج الطبي في حالة لا قدر الله حدوص مرض او حادث لك في بلد الدراسة. هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المؤسسة المنحة. تذاكر الطيران زهاب وعودة بالدرجة الاقتصادية. اه في البرد اللي انت تدرس فيها هتكون على حساب المنحة كمان. انت مش تدفع اي تكاليف خالص. يبقى منحة موالة بالكامل من الالف لليان. تمام? طيب. ايه الشروط اللي طلبنا منك? الشروط اللي طلبنا من حضرتك شروط بسيطة هنا. ان انت تهتم بالدراسة بتاعتك. اه ما تشتغلش اسناء الدراسة. اه تحترم قوانين البلد اللي انت بتدرس فيها. انك تكون شخص نشيط. وآآ يعني آآ ملتزم بدراستك كل الاشياء دي. تمام? وهنا في شرط بيقولك ايه? بيقولك آآ بعد الانتهاء من دراستك الجامعية لما تخلص الدراسة. مطلوب من حضرتك لو انت عايز تكمل في المنحة تابع البنك الاسلامي. تمام? آآ لازم ان انت تغطي السنة الاولى من الماجستير. تمام? لو انت عايز تكمل بعد البكاديري واستابع المنحة ماجستير. ممكن. ولكن تكاليف الدراسة للسنة الاولى هتكون على حسابك. هيتم توفير الليك راتب شارع كل حاجة ولكن بس رسوم الدراسة هتكون على حسابك. او لو حضراتك خلصت بكالريوس تابع المنحة وهتوقف. يبقى لازم شرط هنا معين انك تغطي تكلفة السنة الاولى من الدراسة لطالب جامعة اخر. تمام كده? انك تساعد طالب جامعة اخر وتدفع له مصاريف السنة الاولى من الدراسة. طبعا لا راتب شارع ولا اي حاجة بس انت هتساعدك مصاريف الدراسة. ده شرط المنحة. تمام كده? بس للسنة الاولى من دراستك. انما مسلا انت اخدت بكالريوس اه اربع سنين مسلا. او سبع سنين لو تب مثلا. انت هتدفع تكلفة السنة الاولى بس ده بعد التخرج وبعد لما تشتغل وبعد لما يبدأ يخش لك مدخول شهري. تمام? يعني بعد لما تبدأ تشتغل هتحاول بس تسد السنة الاولى من المنحة. تمام كده? من الدراسة اللي انت درستها في المنحة. ده من قوانين المنحة. طيب كده عرفنا تفاصيل البكالريوس. خلينا نشوف برنامج الماجستير. ايه التفاصيل بتاعته? تمام? طيب ده برنامج الماجستير. هتلاقي نفس الشروط سبعين في المية على الاقل كل التفاصيل اللي لتها في البكالريوس. هتلاقي هناك تخصصات زي الزراعة التعليم تغيير المناخ الطاقة. آآ آآ المدن المستدامة. النمو المسؤول. ادارة المخلفات. النمو السكاني. كل التخصصات دي هتلاقيها متاح عندك. تشوف التخصص المناسب ليك. وتقدم ليه. بالنسبة للفوائد برضو هيكون في راتب شهري. هيكون رسوم الدراسة آآ بالمجان. آآ العلاج الطبي. العلاج الطبي قصدية. في حالة لقدر الله. حدوث مرض او حادث. تذاكر الطيران. آآ طبعا تكاليف الابحاث اللي هتعملها. هتكون على حساب المنحة. الالتزامات. طبعا انك تكون شخص جاد اسناء الدراسة تركز في دراستك. تكون آآ شخص مهتم آآ ما ما تكونش آآ يعني بتعمل مشاكل او اي شيء. تمام? ومن ضمن الشروط سداد خمسين في المية من اجمال المبلغ الذي تم انفقه على دراستك بعد التخرج والحصول على عمل. حضرتك بعد لما تخلص المنحة وبعد لما تشتغل. يعني انت خلصت المنحة ولسه ما لقيتش شغل. فما بينطبقش الشرط ده عليك. ولكن انت بعد لما تخلص مسلا وبدأت تشتغل مطلوب منك انك تسد خمسين في المية من الفلوس اللي اتصرفت عليك. ده معنى الكلام. تمام? فالبنك كانو بيقدم لك تمويل. التمويل ده يعني مش تمويل ربا او كده لا. هو تمويل كمساعدة. مع لهوش اي فوائد. التمويل ده فقط عشان يساعدك. بس بالنسبة بعد لما تخلص وتبدأ انت تشتغل فانت من مرتبك اللي انت بدأت تشتغل به هتسد خمسين في المية من الرسوم الدراسة للسنين اللي انت درست فيها. تمام كده? فده الفكرة. طيب عندنا اخر برنامج اللي هو بتاع آآ برامج الدكتوراه وابحاس ما بعد الدكتوراه. هتلاقي التفاصيل آآ عندك هنا نفس الشيء ان لازم آآ طبعا يكون آآ سبعين يكون تقديرك جيد جدا. تمام? في الماجستير. آآ ابحاس ما بعد الدكتوراه برضو لازم تكون حاصل على شهارة الدكتوراه. وتقديرك لاقل عن جيد جدا. آآ هنا نفس الشيء بالنسبة للسداد خمسين في المية. قلنا بعد لما تتخرج ويكون ليك عمل لازم تسد خمسين في المية من القيمة. تمام? آآ الكلية اللي تم منحها ليك اسناء السنين الدراسية. تمام كده? طيب. هنا التخصصات المتاحة. التخصصات المتاحة اللي انت ممكن تقدم عليها. هنا الاشياء اللي بيوفرها ليه طلاب الدكتوراه. راتب شهري. آآ بدل الكتب والملابس. رسوم الدراسة. تكلفة علاج الطبي. تذاكر الطيران. آآ المشاركة في المؤتمرات واعداد الاطروحة وتكاليف الابحاث ايضا. آآ ما بعد الدكتوراه حيوفر له مراتب شهري. العلاج الطبي. تذاكر الطيران. آآ الابحاث اللي يعملوها يكون تكلفة لحساب المنحة برضو. تمام? كل التفاصيل برضو هتلاقي هنا الجامعات المشاركة اللي متاح لك تقدم عليها. بالنسبة لبتوع الدكتوراه ممكن يقدمه على جامعات ايضا كتير جدا. في ماليزيا تركيا تونس والمغرب. متاح ايضا انك تقدم على آآ اي جامعة من الجامعات الموجودة في ماليزيا تركيا تونس المغرب. تمام? وبرضو تسد خمسين في المية من القيمة اللي هيتم اعطاها لي. فكده بشرحنا تفاصيل المنحة لكل مرحلة دراسية. آآ حابب اقول آآ ان آخر معاد للمنحة دي لانه طبعا ما تذكرش مش مش آآ مذكور بشكل مباشر في المنحة هنا او في الصفحة الرسمية. ولكن آخر معاد هو تمانية وعشرين فبراير الفين واحد وعشرين. ده آخر معاد لتقديم للمنحة. وبعد كده بعد لما بتقدم للمنحة حضرتك المنحة بتبدأ بعد كده ترجع الطلب بتاعت. تمام? وآآ ازا تم قبولك في المنحة بيقولولك بعد كده حاول تختار احد الجامعات وتقدم عليها وتحاول تجيب قبول من احد الجامعات سواء اللي موجودة في بلدك لو عايز تدرس بلدك او اللي موجودة خارج بلدك. تمام كده? ولو تقبلت في الجامعة خلاص المنحة بتبدأ تمول لك الدراسة بشكل كامل. طيب خلينا دلوقتي نشوف ازاي ممكن نقدم للمنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة عشان تقدم للمنحة. طبعا انا سابقا في فيديو آآ سابق السنة اللي فاتت كنت شرحت ازاي ممكن تقدم على المنحة دي. تمام? دي الصفحة الرسمية. دي الصفحة الرسمية للمنحة. آآ او المنحة. انت كمستخدم جديد ما عندكش لسه على موقع المنحة. تروح تعمل ايه? تضغط على كلمة دي عشان تعمل على موقع المنحة. تمام كده? وبعد كده تبدأ تملى الاسئلة او الفقرات اللي هتطلب منك عشان تعمل ده على موقع المنحة. زي الاسم الاول اسم العائلة تاريخ ميلادك تحط اليميل بتاعك جنسيتك الجندر بتاعك الديانة بتاعتك رقم تليفونك دولة الاقامة الحالية والمدينة اللي انت عاد فيها. وبعد كده بعد لما تملى كل الفقرات دي بتضغط على كلمة ويبقى انت كده عملت او انشأت حساب على موقع المنحة. بعد كده حضرتك بترجع تاني بقى. تمام? وبتحط الايميل بتاعك. بتحط الايميل بتاعك هنا. بتحط الباسورد وبتضغط على كلمة عشان تدخل بتاعك. تمام? طيب. انا السنة اللي فاتي كنت شرحت فيديو عن ازاي ممكن تقدم للمنحة دي. فطبعا منعا للتقرار. انا مش هكرر الفيديو ده تاني واعود اشرح تاني ازاي ممكن تقدم للمنحة. لان نفس هو هو ما فيش حاجة غيرت فيه. فانا هسيب لكم رابط الفيديو بتاع السنة اللي فاتت اللي كنت شرحت فيه الابليكيشن ازاي ممكن تقدم بنفسك وتملى الابليكيشن كاملا. فحتلاقوا كل التفاصيل في الفيديو السابق ده. حاولوا تتابعوا الشرح وتقدموا على المنحة لانها منحة ممتازة جدا. تمام? وطبعا بالنسبة الاوراق المطلوبة انا برضو ذكرتها في فيديو السنة اللي فاتت وانا باملى الابليكيشن وضحت ايه الاوراق المطلوبة تحديدا. تمام كده? فبقى كده شرحنا كل التفاصيل. وطبعا ما تنسوش ان قناتنا قنات منح من كل الالوان بتقدم خدمات اضافية زي خدمة المساعدة في التقديم لاي منحة وفرصة انت عايزها خدمة تجهيز الاوراق بشكل عام لاي منحة انت عايز تقدم لها بنفسك. وخدمة التقديم على الكرسات لتزويد فرص قبولك في المنح. فلو حابين اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقوا رابط استمارة اه كل خدمة موجود في صندوق الاسفل الفيديو. بتملاقوا واحنا بنتواصل معاكم ونرتب معاك كل شيء. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا يقول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.